اشتركوا في القناة لك أب، لك أم، لك أخ، لك أخ، لك أخت، تكتب معظم أملاكك له ليش؟ يعني أعطيه شيئًا، أعطيه شيئًا أنت وحي إذا أنت وحي، وإذا بدك تعمل وصية، تكتب وصية، فالإسلام أي نعم سمح لك بالوصية بتلت المال فأقل، فلك أن تعطيه، يعني أنت كن عادلاً، هو الله يزيد خير هالشاب اللي عمي خدمك، يعني أعطيه شيئًا متناسب مع هذه الخدمة بالزايد شوي ترجمة نانسي قنقر